اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه محمود محمود عنبر ومحمود وقطمير وحرش بابا اقول لك احنا مفروض نعمل حديقة حيوان ونسمى حديقة حيوان كوران الكريم ونروح بقى ناخد عبرة منهم كده من عنبر ومحمود نكمل القصة بس الهدهد لا عذر قال له لقينة واحدة بتعبد الشمس قال له ابعت لها اقول لها مش عارف فراح الهدهد واخذ الرسالة تاكست ميسج رايح دراب التاكست ميسج في الباكس بتاع ملكة السماء قالت يا ايها الملأ اني القي الي تاكست ميسج كتاب كريم اي بيقول التاكست ميسج كريم ازاي او اي كلام وخلاص ماهو زي رمضان كريم لا كتاب من عدو وبلغة اجنبية مش عارفين بيقول الكتاب ده عشان نرفزه كريم ولا مش كريم كريم زي الحجارة الكريمة يعني له قيم اللهم كريم انهو من سليمان يعني فروم تاكست ميسج من سليمان على اساس من سليمان ده يعني العالم كله يعرفه ساعتا وانهو باسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واتوني مسلمين اسلام تاسلم بس تاكست ميسج شورت مبدأ بتاع تلاقيه هو كان مية واربين حرف او بتاع تويتر يعني هو كم واحد كده فقال لها ما تعلوش علي واتوني مسلمين مش مثلا انا سليمان وعندي باتبع ديني اسمو دين كذا وموحد بالله وانتو بتعبدو الشمس وانتو بتعبدو الشمس وده كلام مش كويس والشمس مش ظريفة يعني ادعوكم انهو زي ممطق محمد بتاع يبعت الهرق للروم وكسرة الفرس اسلم تاسلم اسلم تاسلم وكده وخلاص او انا اتعرفش انا مين انتو اتعرفش انا مين اه لا لو ما اسلموش تاسلمو حيعملو بقى اه ما هو ما لهاش ما هو باين رسالة تهديم اه لا انا قبل ما نمر للنقطة التانية انت مالكو ما الناس تانيين يعبدو الشمس ولا ما يعبدو الشمس ده محمد احنا قلنا فصل الله على صورته فصل حتى قصص الانبياء على مزاجه بس ما احنا خلينا برضو صراحة مع بعض ماش احنا واخدين الخرافات دي منكو ورده الخرافات دي ما موجودة عندكو في كتبكو انتو كتبكو لا مفيش الحكاية دي لا مفيش الحكاية دي بس في قصة سليمان وداود ما احنا كل ده سرقينه منكو بس تاخد القصة زي ما ذكرت في كتاب مقدس اولا مختلف عن القصة تانيين ما مفيهاش انه بعت لها وهدهد وكلام من ده ما فيش يعني اعلقت ملكة سبق بسليمان سبق اجت عن سليمان عشان كانت سمعت عن حكمته وعايزت تتعلم من حكمته ده خلاصة القصة يعني ما فيهاش لا دي ولا دي ولا دي ما فيش دعوة ولا حاجة ولا حاجة فاستخدام القصة هو اللي بيفرق فيه سليمان وفيه ملكة سبق حتى لو خرافة المهم انت بتوظفها دي القصة مش وقعت ولا ما حصلتش الخصة هي انت بتستخلص من الخصة ايه هي عبرة اه سليمان مشهور بحكمة اه مثلا داود بالملك كده كل واحد مشهور بحكمة فهي جاد تسمع حكمته بس الخرآن بيقولك لا بعت لها هدو يقولك تعبود الشمس اللي واحنا جايين حنحطامكم ونعمل نفس قصة ابراهيم بالزبط برضو انتو عندوك ومعندوكمش في قصة ابراهيم انه هو حطم اسلام قوم ولكرام ده كله بس احنا في القرآن لازم نعملها كده عشان محمد بيوجه رسالة لقومه مفصل قصة الانبياء على مزاجه اللي بفكر هي هو قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون عملة استشارة قالوا نحن اول قوة واول بأس شديد والامر اليك فانظوري ماذا تأمرين اولا ده القصة دي بتوريك ان الست دي ديمقراطية متحضرة متحضرة بتستشير والناس بيحترموا المرأة في هذا المجتمع وبيبجلوها احنا كاسلام بقى ايه موقفنا ايه الغلط في كده هتروح تهددهم بيجوش ليه وعايز تغزوهم ليه المنطق بقى حكاية ان هو بس المجرد ان انت مش على ديني ده يعطيني الحق ان انا اجي من الصحراء شعب متحضر بقى زي اليمن ساعتها ولا زي العراق ساعتها ولا مصر يديني الحق ان اروحوا اغزوهم ايه قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ادلة وكذلك يفعلون قالت الملوك دول صعبين اوي انا لازم اعمل حل معهم واني مرسلة الىهم بهدية انا بعت لهم يعني جزية اه لا رشوة 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 مقدسة بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون رجع الهدهد تاني قال له اي رايك بتقول لك اما تذكر ده اطع نفس الهدهد 2500 في 2500 في 1500 في 1500 بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتدمدونني بمال فما اتاني الله انتوا تعطوني مال انا عندي خيل كتير لا لا اللي تقادب الناس تجايلك هدية في عرف الملوك والبتاع شكرا يعني عرف دبلوماسي بل انتم بهديةكم تفرحون ارجع اليهم قالوا ارجعتين بش مهندشة عليك يا ابوس يجيك يا اسلامي انا ادني ايه اقول لك القصة من اصله هو ايه قبل من اصله فلنأتينهم بجنود لا قبل الأبوس لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون بتاع الجزية بتاع الجزية بتاع سورة التوبة قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها الفيلم حقيقي بفيلم هندي وما تعرفش ليه طيب قبنا عرشها وبعدين نكروا لها عرشها استنى ما تسيبوا زي ما هو قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين هم جايين جايين هم جايين مسلمين كده كده حيستسلموا الفيلم الهندي دي لازمته إباعه قال عفريتم يا الجن أنا 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 أاتيك به اسم إيه ما تطورش قال أنا أاتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب الجن بقى بزيده على بعض قال له لا لا أنا سيبك مني أنا ما أحرفش أنا أنا واخد عمل كورس عمل كورس أنا أنا بسرعة زيادة عروش يعني سرقة عروش سرقة عروش أنا أاتيك به قبل أن يرتد إليك تارفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي دي برضو حاجات اللي أنا أتحك لها قوي يبقى ده مسروق جاي سرقة وفضل ربي ده مسروق عمل زي غنكتا بقولك الشيطان قال أنا مش هشتغل مع البشر تاني وزعلان قوي قال له ليه ملك الشيطان في إيه قال له الراجل أنا روح أعلمهم السرقة وأعلمهم يغشوا إزاي في الميزان وأعلمهم بتاعي يكسبوا الفلوس ورح كتبين يفطى على البتاع عندهم هذا من فضل ربي المحلات التجارية بيعترفون فيش اعتراف بالله فسرق العرش وقال هذا من فضل ربي طيب الفكرة كمان قال لك قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ليه المغزق هو لو كان خل العرش زي ما هو هيحته فجأ أكتر وتقول لي يعني ده معجزة كبيرة لكن أقول لك يعني إيه نكروا لها عرشها نكروا لها عرشها يا سيدي المفسرون قال نزع منه فصوصة ومرافقها دمروا مساعد ده اللي بيعرفه وقال عكريما زادوا فيه ونقصوا وقال قتل ده جعل أسفة وأعلى ومقدمة ومؤخرة يعني ألبوا ليه بهدلوه لا المغزة انت بتسمع دي سبحان الله مش عافي ليه المغزة من كده فلما جاءت قيل أهكد عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بعدين الامتحان الثاني قال لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ساقيها طلعت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين في الإسلام الإيمان ده سهل قوي يعني انت تشوف أي حاجة كده دايما هتلاقي أحاديث كتير قوي شعف وبينما نحن جلوسنا عند رسول الله فمشعف دخل من فقال له شعف إيه خسئت يا رجل فبتلت عينه من الدمع وأسلم وحسن إسلام بمنتهى سهولة كده متعرش إيه العلاقة جبوا لها عرشاها شافت عرشاها كأنه هو بعدين مشيت في المية طلعت كشفت عن ساقيها بس خلاص أسلمت اقتنعت فين الحجة فين التفاصيل مشاهدين طولنا عليكم شوية في الحلقة دي لكن معلش القصة كانت تستحق نراكم في المنعيش في المنعيش نراكم في الحلقة القادمة شيروا هذا الموضوع وعملوا لايك للحلقة وفيدونا بتعليقاتكم وإلى اللقاء